التحضيرات في أستراليا مكتملة لإقتراع المغتربين المسجلين على لوائح الشطب وناهز عددهم لـ 20,661 مقترعاً وأعلنت البعثات الدبلوماسية جهزيتها التامة لإجراء العملية الانتخابية بنجاح ففي سدني 16,200 ناخب موزعون على تسعة مراكز تحدثت منهم ريمة بالش أكيد في حماس أكثر من سنة 2018، سنة 22 سنة لبنان الجديد، سنة الانتفاضة، سنة التجدد القنصل العام في سدني شرب المعكرون أكد للزميل سيد مخيل بالوكالة الوطنية للإعلام نحن على جهزية كاملة لإتمام عملية الاقتراع الأحد بدءاً من السابع صباحاً في أستراليا 12 منتصف ليل السبت الأحد توقيت لبنان المعكرون يجول على كل مراكز الاقتراع للإطمأنان على سير العملية الانتخابية كما أن وفداً من ديبلوماسي وموظفي وزارة الخارجية موجودون في سدني للإشراف على مراكز الاقتراع في المراكز كافة ترجمة نانسي قنقر